وعبر تطبيق زوم من الكويت ينضم إلينا الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي يعني بعد التحية وخالص التعاذي لشعب الكويت الشقيق في وفاة أمير البلاد الراحل الفقيد نواف الشيخ نواف الأحمد أرجابر الصباح يعني كان سندا دائما لقضايا أمتنا وامتداد لاستقرار الكويت كيف رأيت ذلك في مسيرة الراحل؟ بعد التحية مرة أخرى وخالص تعاذينا في وفاة أمير البلاد الفقيد الراحل الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يعني كان دائما سندا لقضايا أمتنا وامتداد لاستقرار الكويت كيف رأيت ذلك في مسيرة الراحل؟ دكتور عايد هل تسمعوني؟ نعم نعم الحقيقة شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا على التعزية ويعني مصر الغالية على قلوبنا كلنا بالتأكيد أنها تتألم نفس علمنا الحقيقة الأمير الراحل كان مثالا للدماتة الأخلاقية العالية وكان نموذجا للتواضع والتسامي وكما دائما أنا أصفه بكل اعتزاز بأنه التقي النقي الذي حقيقة هو رب الأسرة الفعلية كأسرة صغيرة بالنسبة لزوجته وأبنائه أو الأسرة الكويتية بشكلها العام وبالتالي هو الحقيقة يعني والد الجميع كما نسمي بالكويت الأمير وبالتأكيد أيضا أن فقدنا برحيله شخصية غالية على قلوبنا ومحبين لها ومحبة لنا للأمانة ورجل حقيقة خدم الكويت في أكثر من مجال من محافظ لمنطقة حولي التي كانت خليط من السكان الكويتيين وغير الكويتيين وبالذات الفلسطينيين من فترات الستينيات إلى التسعينيات وأيضا فيما بعد وزيرا للداخلية في أوقات كانت حرجة الحقيقة وتداعيات الحرب الإيرانية العراقية والكويت كانت ساحة من ساحات الحقيقة التصفيات التي كانت تجري أيضا الحقيقة تولى وزارة الدفاع وعمل على إعداد القوات المسلحة الكويتية لتكون قادرة على الدفاع عن الكويت لأنه حقيقة دستوريا الكويت لا تشن هجوما وإنما تكون دائما في حالة الدفاع لكن طبعا حدثت الأحداث بخدعتها وأمورها التي معروفة للجميع وأدى ذلك الاحتلال الكويت بالرغم من استبسال قوات المسلحة الكويتية بعد التحرير الحقيقة تولى الله يرحم إن شاء الله الشيخ نواف تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وكان هو الرجل المناسب في ذلك الوقت لهذه المرحلة الصعبة بالفعل يعني كان الفقيد الراحل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح كان سندا دائما لقضايا أمتنا وامتداد لاستقرار الكويت كيف رأيت ذلك في مسيرته؟ طبعا الحقيقة كل حكام الكويت العمانة على الأقل من الاستقلال إلى اليوم نهج الكويت هو مساندة قضايا الأمة العربية وتقديم كل نواع الدعم الممكن للدول المواجهة كما كنا نسميها مصر وسوريا والأردن وحقيقة الكويت أيضا شاركت بكل فخر بحروب 67 و73 على الجبهتين المصرية والسورية وحقيقة أيضا نذكر أن القوات المسلحة المصرية شاركت وبفاعلية في حرب تحرير الكويت لذلك يعني اللحمة العربية الأساسية أنه الكويت دائما مع القضايا العربية منظمة التحرير وحركة فتح على وجه الخصوص تأسست في الكويت الشيخ نواع في الحقيقة رجل يعني محب للأمة وحريص على مساندتها ولذلك عندما تولى الحكم كان يوجه الحكومة والقيادات بضرورة تعزيز العلاقات الأخوية والتواصل مع الأخوة العرب وإعطاء الفرصة للعمالة العربية بأن تعمل في الكويت لأن هذه العمالة العربية هي أهلنا وناسنا ولغتنا وقيمنا وبالتالي يعني هي الأجل لنا طالما هي موجودة وممكنة أفضل مما نستعين بعمالة قد تكون ثقافيا وإستماعيا خارجيا دكتور عايد خلال الأوقات الصعبة بتتضح معالم العلاقات بين الدول كيف يمكنك قراءة العلاقات المصرية الكويتية في هذه المرحلة الدقيقة العلاقات الكويتية المصرية الحقيقة ليست جديدة بالمناسبة يعني حقيقة على الأقل منذ عام 1961 يمكن قبل ذلك 1945 تم إنشاء بيت الكويت في القاهرة للطلب الكويتيين والذين كانت الجامعات المصرية الملجأ شبه الوحيد بالإضافة للجامعة الأمريكية في بيروت وبالتالي يعني كانت هناك علاقات بعد الحقيقة استقلال الكويت تعرضت الكويت لتهديد من جارها العرق في ذلك الوقت عبد الكريم قاسم وكانت مصر الحقيقة بطليعة الدول التي تصدت والرئيس جمال عبد الناصر في تلك المرحلة الحقيقة يعني ساند الكويت وعلن ووصف عبد الكريم قاسم بالمجنون وبالتالي يقدم إسناد وأرسل قوات إلى الكويت ضمن الجامعة العربية وما بعد ذلك حملية الحقيقة الغزو وما ترتب عليها ومساندة مصر للكويت وأيضا وقوف الكويت لجانب مصر في خلال حروب الحقيقة حتى يعني في عام 1956 الكويت لم تكن مستقلة كانت الحقيقة تحت الحمال البريطانية يعني بالفعل هي علاقات ممتدة لعقود هي علاقة أشخاء بالفعل وتعزينة للفقيد شكرا جزيلا لك الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا عبر زون